يوم الأربعاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم حزمة المساعدة الأخرى من الأسلحة إلى أوكرانيا وقد انتقدت الصين هذا الأمر قائلة إن واشنطن ينبغي عليها إرسال المساعدات الإنسانية بدلاً من المساعدات العسكرية لقد سلمت صين إمدادات الإغاثة إلى أوكرانيا مثل الأغذية والأغطية وأكياس النوم أما الولايات المتحدة فقد كانت ترسل الإسلحة لفتاكة في يوم السادس عشر من مارس الجاري أعلنت الولايات المتحدة أن دعم عسكري إضافي تبلغ كيمته 800 مليون دولار إلى أوكرانيا ما يجعل مبلغ المساعدة العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا يصل إلى أكثر من مليار دولار هل هذا سيجلب الاستقرار والأمن أم سيؤدي إلى مزيد من الضحايا؟ ما الذي يحتاجه المدنيون في أوكرانيا أكثر؟ الطعام أم من البناتك؟ لذا فإن أي شخص عقلاني لديه الحس السليم سيجد أنه من السحل الإجابة على هذا السؤال